السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك كريم أدخله الله علينا بالفرح والسرور وبكل شيء صراحة لست خبيرا في الدعاء أدخله الله علينا بكل خير مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج توين الريمز كيف تختار السيارة المناسبة لك عندما تريد تراء سيارة تجد خيارات متعددة لدرجة أنك قد تشتري سيارة غير مناسبة لك لأنها جذبتك بروعتها فقط ولكي لا تقع في هذا الفق يجب أولا أن تحدد بعض الأمور الضرورية أولا وقبل البحث يجب أن تحدد الميزانية التي ستنفقها على السيارة لتعرف السيارات التي يمكنك الحصول عليها بعدها يجب أن تقوم بتقسيم مهم وفصل الرغبة عن الحاجة فرغبتك بسيارة رياضية أو فغمة قد تدمرك خاصة إذا كنت من أصحاب الدخل المحدود وبالكاد حصلت على مبلغ محترم لتشتري السيارة لك لذلك يجب أن تعرف ما هي حاجتك الرئيسية للسيارة وأيضا جميع النقاط الأخرى التي تجعلك في حاجة للسيارة السيارة وسيلة نقل لذلك أغلب الناس يحتاجون السيارة للتنقل طبعا لكن هناك أمور أخرى تدخل ضمن هذه الحاجة وطبعا هذه الأمور ترجع لأسلوب حياتك وطبعا مستواك المادي ولنبدأ مع الأشخاص الذين لا يملكون دخل مادي كبير ويردون سيارة للتنقل اليومي أولا أهم نقطة يجب أن تكون السيارة اقتصادية حتى لا تفرغ محفظتك في محطة الوقود ثانيا يجب أن تكون أوراق هذه السيارة الرخيصة التأمين والضريبة حتى لا تكون عب عليك ثالثا يجب أن تكون سيارة من فئة الاقتصادية أو المتوسطة لكي تكون أجزاؤها رخيصة فمثلا سيارة BMW الفئة الخامسة 520D E60 سيارة اقتصادية مع أوراق رخيصة وقد تجدها تباع بثمن مغري يجعلك تشتريها وهنا تكون قد سقط في الفخ لأنها عندما تتعطل وهي كثيرة الأعطال ستجعلك تبيع الغالي والنفيس لغلاء أجزائها وبذكر كثرة الأعطال حتى لو كانت السيارة من الفئة المتوسطة أو الاقتصادية وأجزاؤها رخيصة يجب أن تكون قليلات الأعطال لهذا يستحسن اختيار السيارات اليابانية لأنها قليلات الأعطال وبعدها تأتي السيارة الكورية وإذا أردت سيارة فرنسية من الأفضل أن تكون من الفئة الاقتصادية ديزل وليس بنزين لأن الفرنسيين هم الأسوأ في صناعة البنزين لكنهم جيدون بصناعة سيارات الديزل إضافة إلى كغواسون السيارات الاقتصادية تكون فيها تكنولوجيا قليلة وكلما كانت التكنولوجيا أقل يكون أفضل فالمزيد من التكنولوجيا تساوي المزيد من المشاكل في المستعمل لذلك نجد أفخم سيارات بيم دابليو ميرسيديس بنز الفئة السابعة والأس كلاس هم الأرخص في الفئات المستعملة بينما السيارات الاقتصادية مثل فئة الثالثة سلاة مئة وعشرون دي والسي كلاس سي مئتين وعشرون سي دي آي هم الأغلى لأنهم الأقل تكنولوجيا لذلك أقل من ناحية المشاكل وطبعا الفئة الثالثة والسي كلاس تعتبر سيارات اقتصادية مقارنة بالأس كلاس والفئة السابعة أما بالنسبة لسيارات داسية فهم سيارات جد 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 فخمة بعدما حددنا الأساسيات يجب أن نرى الاستعمال الذي كأسرة أو ستنقل الناس كثيرا إذا كان الأمر هكذا ستحتاج سيارة واسعة وأفضل سيارات عائلية هي سيارات الMPV وإذا كنت وحيدا ولن تقل الناس كثيرا من الأفضل أن تكون السيارة صغيرة حتى تكون أفضل اقتصاديا وأرخاص ماديا أيضا نقطة أخرى هل تسكن في منطقة فيها طرق غير معبدة إذا كان الجواب لا وعلى الأرجح لا إذن لماذا قد تفكر في شراء سيارات SUV سيارات SUV أثقل وهذا يعني اقتصاد أقل وأيضا ثمنهم أكثر من السيارات العادية إذن لا داعي للمزيد من المصاريف من أجل شيء لن تستفيد منه لذلك أترك هذه المصاريف للناس التي لديها المزيد من المال أما إذا كان هناك طرق غير معبدة فمن الأفضل أن تكون السيارة مرتفعة ومثال على سيارات اقتصادية وقليلة المشاكل طيوتا كورولا، هوندا سيفيك، هوندا أكسنت، هوندا سيالوغان، رونو كليو أما إذا كانت لديك ميزانية أكبر يمكنك إدخال الرغبات وطبعا هذا على حساب ميزانيتك وكما يقول المثال المغربي زل ما زد كيك أي أضف الدقيق أضف الماء مثلا التكنولوجيا تدخل ضمن الرغبات وكلما كانت السيارة ذكية وسهل التواصل معها يكون أفضل وأيضا الفخامة كي تكون السيارة مريحة وملفتة للأنظار وتعطيك قيمة في أعين الناس إذا كنت تبحث عن القيمة في أعين الناس فمع الأسف الناس تقدرك من خلال ما تملك فقط وكذلك الأداء الرياضي وهذا يدخل فيه التصميم الرياضي أيضا وطبعا يجب أن تكون قادرا على الاعتناء بجميع المشاكل فالكثير من الناس لديهم ميزانية محدودة ويشترون سيارات فخمة أو غير اقتصادية في المستعمل ويندمون أشد الندم لذلك إذا أردت سيارات مستعملة ستجعلك تسكن لدى غراج الميكانيك اشتري السيارات البريطانية لاندروفر جاكوار وميني والألمانية بي ام دابليو وميرسيدس وبورش وأودي والإيطالية الفا روميو ومازراتي وطبعا إذا كنت قادرا على شراء فراري فأنت قادر على الاعتناء بمشاكلها أيضا السيارات الأمريكية دوت شيفرولي وفورد وطبعا مع استثناء بعض الموديلات الاقتصادية مما ذكرت لكن بصفة عمى الشركات التي ذكرت ستدمر ميزانيتك في المستعمل أما بالنسبة للجديد فما دمت لن تتجاوز الخمس سنوات وفي الأغلب يكون هو مدة الضمان بالنسبة للسيارات الفاخرة فلا تفكر في أي شيء مما ذكرت وهذا الفيديو غير مفيد لك في هذه الحلقات عرقنا على الأمور التي يجب أن تأخذها بعين الاتبار عندما تشتري سيارة مستعملة خاصة إذا كنت من أصحاب الميزانيات المحدودة إذا كان لديكم مواضع أخرى تريدوننا أن نتطرق إليها وتركوها في التعليق وأيضا إذا كان لديكم نرارة مختلفة أو إضافة أخرى وتركوها في التعليق كما لا تنسوا متابعتنا على تنمية مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب طبعا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر